تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر رسالة خطية من الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات ميجيل أنجل موراتينوس أشاد فيها بمبادرة سموه التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعلان الخامس من أبريل من كل عام يوما دوليا للضمير وأكد موراتينوس في رسالته إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أهمية المبادرة التي قادها سموه في تعبئة جهود المجتمع الدولي لتعزيز السلام والتسامح والاندماج والتفاهم والتضامن وأعرب الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات عن وافر التقدير والاحترام لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على جهود ومبادرات سموه في تشجيع التسامح والتراحم والوئام بين مختلف الشعوب وأشاد بتبني سموه لهذه المبادرة وتقديمها إلى الجمعيات العامة لمنظمة الأمم المتحدة في إطار البند الخاص بثقافة السلام من خلال بعثة مملكة البحرين الدائمة للأمم المتحدة في نيويورك كما أثنى على الأهداف والقيم التي تدعو إليها مبادرة سموه مؤكدا أنها تتماشى مع القيم الأساسية التي يتبنىها تحالف الأمم المتحدة للحضارات بهدف بناء مجتمع عادل وسلمي ومتكامل لدعم تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 وعبر الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات عن تطلعه إلى التعاون مع مملكة البحرين في الاحتفال باليوم الدولي للضمير في الخامس من أبريل والعمل جنبا إلى جنب مع مملكة البحرين في تشجيع قيم التسامح بين الشعوب ترجمة نانسي قنقر